أولاً لا يجوز أن نتعدى على أموال الوالدين في حياتهم ليس لكم منهم إلا أن نفق إذا كنتم محتاجين أما إذا كنتم قادرين على أن تنفقوا على أنفسكم فلا يحل لكم أن تأخذوا منها شيئا وبعدين كونه يقسم أمواله على ورثته من باب الهدى لا من باب الورث من باب الهبى يوزعها عليهم ولأنه يرى مصلحة في ذلك له أن يفعل ذلك الأب لكننا لا ننصحه أن يفعل إلا إذا أخرج ثلث المال الذي به يستطيع أن يتصرف به في حياته لأنك لا تدري تقلبات الأيام قد يكون في الأبناء أنت تقول الآن أن هناك أبوال أولاد غير بارين وأنهم مسيئين لوالديهم أخشى أن بعد ما يقسم عليهم الأموال ينساهم البقية فالمسألة تحتاج من حيث الجواز يجوز لكن نحن نقول وطبعا من باب الهبى لا من باب تقسيم التركة له أن يوزع عليهم ربع المال نصف المال ثلث المال ويبقي شيئا منه عنده إنعم يسد حاجتهم ويقول كل واحد منكم أعطيتك هذا المال روح تكل على الله ابني نفسك اسعى في هذه الأرض اكدح كما كدح أبوك إنعم أمشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور لا تربوا مجموعة من أصحاب السبهللة الذين حياتهم على الأنترنت وعلى الجوال قاعد أربع وعشرين ساعة لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره لا علموهم علموهم كيف تكون أن الحياة هذه تحتاج إلى عمل تحتاج إلى مشقة إي نعم لقد خلقنا الإنسان في كبد لابد أن يتحرك في هذه الدنيا لكي يبني نفسه يقوم حياته إي نعم الله